فرحة جديدة ومستمرة طول الوقت منتخبنا الوطني لكرة اليد النهاردة بيحقق فوز كبير 3019 على المنتخب المغربي وبصراحة كان فوز متواق يعني الفرق القدرات الفنية والتاريخ في كرة اليد لصالح منتخبنا الوطني المباراة ما كانتش صعبة على المنتخب المصري رغم ان حمايد النهاردة تقلق جدا في حراسة المرمى وخد افضل لاعب في هذه المواجهة احنا كنا قسمنا كرواتيا والامور بالنسبة لنا ماشية في طريق محترم جدا لأدوار متقدمة في كأس العالم لكرة اليد وعايز اقول حاجة بصراحة كرة اليد المصرية حاجة بتفرح حاجة تشرح القلب حاجة طول الوقت تخليك رفع راسك يكسب المنتخب يخسر بالصعوبة بس تفرح بيه ليه تفرح بمنتخب كرة اليد انه انت بتروح تشوف منتخب كرة اليد في البطولات العالمية بتقوله نافس ما بتقوله الشعم الأداء مشرف بتقوله نافس بتقوله انت منتخب كبير زيك زي المنتخب الدرماركي زي المنتخب الفرنسي زي المنتخب السويدي زيك زيهم انت كبير ما بتروحش بقى البطولات العالمية بتقول ايه احنا اهم حاجة اللي احنا وصلنا كاس العالم ده احنا بالنسبة لمنتخب كورة اليد اهم حاجة توصل لاخر نقطة في البطولة حاجة رائعة جدا طيب